إذن متابعين الكرام كشفت روسيا عن لائحة الدول اللي حضروا في قمة البريكس الأخيرة نتحدث عن الدول الأعضاء نتحدث كذلك عن دول الضيوف اللي كانوا مشاركين في هذه القمة حيث لم يتم ذكر حضيرة الجزائر بأي شك من الأشكال في هذه اللائحة ديال الحضور ما يعني أن كل ما كانوا يروجوا له البوصبعي خلال الأيام القليلة الماضية أو دي راحنا دخلنا في العملة ديال البريكس أو دي راحنا في الباك ديال البريكس أو دي راحنا في الهضراء الخاوي وما إلى ذلك مع العن أن نظام حضرات الجزائر خرج خلال الأسبوع الماضية وقال بصريحة العبارة أنه قام بطي صفحة البريكس بشكل نهائي مع العن كذلك مع العن أن نظام حضرات الجزائر سنة الماضية فقط كان يتوسل بشكل مثير للسخرية باش أنه يدخل للبريكس وكلنا طبيعة الحال شاهدنا الفضيحة اللولة ولا الرفض الأول ثم الرفض الثالي قرأ لكم نص الخبر باش نتوصلوا مزيان قال كاسيدي أسدلت مجموعة بريكس السيطار عن قمة السادس عشر في مدينة كازانا الروسية التي ركزت على تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين وقد شاركت في القمة الدول المؤسسة والدول التي تم قبول انضمامها في قمة جنوب إفراقيا نفس القمة التي رفض فيها طلب الجزائر ولا ترشح الجزائر إضافة إلى ممثلي حوالي 30 بلد 30 دولة ولوحد في اللائحة البلدان المدعوة التي شاركت في قمة روسيا والتي كشف عنها الموقع الرسمي للبريكس غياب حضارة الجزائر التي كانت قد قادت العام الماضي حملة إعلامية ودعائية كبيرة للاندمام إلى هذا التكتل الاقتصادي قبل أن تتعرض لصدمة القرن ولرفض طلبها خلال قمة جنوب إفراقيا باش تعرفوا بأنها حتى جنوب إفراقيا لم يبقاش عندها نفوذ كبير القمة للدارس في جنوب إفراقيا ومشوجب أم البطوش وما إلى ذلك ومع ذلك رفض الطلب للحضارات الجزائر وشاركت في هذه القمة التي احتضنتها روسيا إلى جانب الدول الأعضاء وهي جنوب إفراقيا الصين والبرازيل والإند إضافة إلى الدول التي تم قبول عضويتها العام الماضي في القمة جنوب إفراقيا وهي مصر والإمارات وأتيوبيا وإيران حيث غابت الأرجنسين التي رفضت الاندمام بعد تولي خافير مايني رئاسة البلاد بسبب تحالفه مع الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية كما شاركت في القمة ذاتها 30 بلد تقريبا مثل تركيا اللي حضر رئيس ديالة رجل طيب أردوغان موريطانيا اللي حضر رئيس ديالة والغزواني وزعماء ممثلي من بلدان أخرى في حال إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام في حين كان واضحا غياب حضرة الجزائر التي كانت تنتابها رغبة شديدة في الاندمام إلى هذا التكتل لكن رفض طلبها العام الماضي ترك صدمة كبيرة وغضب كبير في أوسط النظام الجزائري وهو الذي يقف وراء عدم مشاركتها هذا العام وقد ظهر غياب الجزائر واضحا خلال اللقاءات الإعلامية الأخيرة الذي كرر أكثر من المرة بأن الجزائر لم تعد راغبة في الاندمام إلى البريكس وهو ما يؤكد عدم تقبلها لقرار المجموعة خلال القمة ديالجنوب إفريقيا بعدما كانت قد علقت أمالا كبيرة على الاندمام لهذا التكتل من جهة أخرى فإن غياب الجزائر عن قمة البريكس في روسيا قد يؤشر أيضا على وجود ما سبقا أشارت عليه العديد من التقارير الدولية بوجود خلاف صامت أو أزمة ديبلوماسية ما بين الجزائر وروسيا وهذه المسألة كذلك تكلمت عليها هنا في القناة في العديد والعديد من المرات روسيا كترد الصرف لنظام حاضرات الجزائر وبينهم أزمة صامتة بينتهم أزمة صامتة قال الكسيدين نتيجة تضارب مصالحهما في الساحل الإفريقي حيث أعربت الجزائر عن رفضها لتواجد مجموعة الفاغنر في عدد من البلدان بجوارها وهي المواقف التي لا تنظر إليها روسيا بعين الود لكن السبب الرئيسي وهو أن نظام حاضرات الجزائر فتح الأراضي دياله فتحوا الأراضي الجزائرية للقوات الخاصة الأوكرانية لكي يستخدموا الأراضي الجزائرية يدخلوا الشمال المالي ويقاتلوا الفاغنر هذا هو السبب الرئيسي لماذا روسيا قلبت على حاضرات الجزائر وانقلبت حتى في المواقف دياله نزيد قال لك سيدك كما سبقا أشارت العديد من القراءات السياسية إلى أن روسيا أصبحت طرف الجزائر في السنوات الأخيرة كحاليف غير استراتيجي أنا صراحة وعن نقطة مضحكة ستضع لنا رأسنا البصبعي بأن روسيا حالف استراتيجي تصول استقلال الجزائر وكتعطينا سلاح ومعرف أنه نظر الخوية وبوتين صديق العالم هذا بقى لك بأن روسيا طار الجزائر ليست بحالف استراتيجي بسبب الاتفاقيات التي أبرمت الجزائر مع الدول الأوروبية التي تزودها بالطاقة ومساعدتها على تقليص الاعتمادات أو اعتماداتها على موسكو في قطع الغاز وهو ما يعمق من أزمات الاقتصاد الروسي وتعتبر الجزائر شركة غير مباشرة في تأزيم الوضع في روسيا وأنا بستعرفوا واحد القضية بستعرفوا الجهل وعدم الحكمة وعدم الترزن دي الدبلوماسية الجزائرية لا هما ربحوا المواقف ديالروسيا لا هما ربحوا المواقف ديالدول الأوروبية لا هما ربحوا المواقف ديالدول المتحدة الأمريكية لا هما ربحوا المواقف ديالأي من الدول علش لأنهم كلخين جهل انفعاليين ويتعاملون في المجال الدبلوماسي برد الفعل وبالبروغاندا وبالدعاية وبالكدوب معمر الكدوب كتقدر على أنها تحقق لك شي حاجة خصوصا في المجال الدبلوماسي إذا كنت تكذف في المجال الدبلوماسي أنت تكذف على رأسك إذا كنت تكذب في المجال الديبلوماسي تكذب على نفسك فقط إذا كنت تظن بأن الكذوب ستجيب لك الاعترافات للدول أنت ولا أراه النظام لهم ضرب في رأسهم فتشيني فيما يتعلق بالقمة السادس عشر ليل البريكس غيابة من حضارات الجزائيل ولا وفد ولا ممثل ولا سفير ولا وزير تشيني حظ محضر ولكن أعرفوا أنهم كلهم ترفيقين فيما يتعلق برفض انضمامهم إلى البريكس وهذه أ청 breaks يكفي فقط أن نرجع لفديوهات العام الماضي تبون ودين النظام الجزائيري ودين الأبهق الإعلامي ودين النظام الجزائري ودين الكراكيز ودين الأبهق الإعلامي والدباب الإلكتروني يكفي أن نرجع لك ما لك نلعام الممثل لك أن الله يكون ستجيب لدي العملة سنبدلوا العملة سنفعلوا ما يكون كذلك وحينما جاءت لحدث الحسن والقمة كانت في جنوب إفراقيا لكي تتعرفوا بأن الجنوب إفراقيا لم تكن لديها الوفود القمة كانت في جنوب إفراقيا لكي تدخلوا الدول الجديدة فقالوا لحضارات الجزائر ستلعب بعيد أعدم أن نقوم بكم فيكم على الصداع وفيكم على الهراج وفيكم على كده ولم تستطع الجنوب إفراقيا على أنها تنقض الموقف ففي تلك القمة نجابوا لها ابن بطوش باش ياخدوا الصور وياخدوا السيفيات تم صفع نظام حضارات الجزائر وانهارت الأكاديب وانهارت البروباغاندا وانهارت الأحلام والمتمنيات والسيقض البوصبعي على واقع المرين اللي يقول بأن الجزائر لا وزن لا هيبة لمواقف كما قال الوروف متابعين كرام شوفكم في فيديو قائل مع مزيد من التفاصيل غلبة إلى الله وعاشة المملكة المربية الشريف ترجمة نانسي قنقر